إذا نرجع ونراجع على الحفوم الأساسي إذا موتز إذا بنعرفه من الأساس إذا بنمرر كرت إلا الإلكتريكاً ديفايس مغنيتك فلوكس إز مغنيتك فلوكس إذا طبعا إيش الفلوكس راح تكون وحدته؟ مغنيتك فلوكس مغنيتك فلوكس إذا نررت متأنا للمقررة مغنيتك فلوكس مغنيتك فلوكس مغنيتك فلوكس من موجودين رامات مغنيتك فلوكس إذاً هؤلاء التعريف منقول إذا إحنا جبنا ديفايس مررنا في هاي الديفايس وهاي الديفايس بضد النظر شو الديفايس كونت فلاكس فاتكون عندي ماغنيتك فلاكس بالويبر إذاً منقول إنه هاي الديفايس إلها إندكتنس والإندكتنس هذا منيسه بالهنري وكمية الإندكتنس هي قدرة هاي الديفايس إنها لكل أمبير بمرره فيها كم فلاكس كم ويبر بتكون بي إذاً عندي هون L إن همريز بتساوي الفلوكس اللي تكون إن ويبرز على الكارنت اللي مررته فيها I in ampere وهيك وهذا بدلنا إنه H بتساوي ويبرز إذاً 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 مررت I في L amp رح يتكون عندي هون فلوكس إذاً أنا حتى أحول في المحرك الكارنت لفلوكس بدي أضربه في الإندكتنس اللي موجود فيه هذا المحرك هذا التعريف الأساسي للإندكتنس أكثر أوكي؟ ماشي؟ هذا مهم لنا